اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معبرين عن حزنهم الكبير بعد راحلها كما تداولوا آخر صورة شرقتها ساز القحطاني مع متابعيها عبر حسبها الخاص والتي ظهرت فيها بوجهها الجميل تارك خلفها ابتسامتها التي آثرت بجميع محبيها ولكن في الساعات الماضية تداول العديد من النشطاء فيديوهات مثيرة للجدل لساز القحطاني وتعرضت لهجوم حاد في بعض التعليقات رغم اعلان خبر وفاتها وفي المقابل انتقد آخرون موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها الفتاة الراحلة طالبين لها الرحمة والدعاء وعدم الشماتة في الموت وهكذا كان رد فعلهم على الجمهور السلام عليكم كيف حالكم شاء الله انكم طيبين اول حاجة اللهم لا اعتراض على قدره انا صحيت من النام ما كنت ادري ان الموضوع صدق اول حاجة انا شفت الصور طنشت الموضوع لانه كالعادة دائما ينشرون اشاعات بعدها توضيت صليت بعدها مسكت الجوال تأكت له والله الموضوع صدق ساز توفت بحادث الله يرحمها ويا بنات يا عيال هي حاليا بس تحتاج دعواتكم بس تحتاج دعواتكم تكفون ادعو لها والله العظيم انا ما انا مصدقة لانه دوبي انا رديت لها الاضافة ما لي الا اسبوعين دوبنا ردين الاضافة لبعض وحاليا اسمع خبر وفاتها لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ودعواتكم الله يحسن الخاتمة طالع اربع الفجر شوفوا اسار لها ان حرقت في الدنيا يا اخر رسول عليه السلام وصفها بس شهيدة فالصحيحين الحديث عن رسول عليه السلام من ماتوا محروق واو شهيد ومن مات في هدم فهو شهيد بن باز رحم الله وصف حوادث السيارات انها من النوع من نوع الهدم انت شوشك تقول خاتمتك هي مقبلة الارحم الراحمين والله ما يلزها بالصفتين هذه تعتبر شهيدة ديننا ما في اختلاف شهيدة نعم انه كلها شهيدة لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله العافية السلام عليكم مساء الخير كيف حالكم لما اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخر اللي قاعدين يشوفه في الكومنت على الاموات هذا خزي هذا خزي لما تحدد مصير الميت انت هذي اكبر من السيئات اللي كان يسويها الميت لما تحدد النار والجنة انت انت ما تحدد اذا انت شوف انه هو كان على خطأ فانت الان خطأ وانت حي توك ما مت انت الان خطأ ابشرك السلام عليكم السلام عليكم اولا الله يغفر لها وتجاوز عنها هذا كل ما نقول لنا احنا كم مشاهدين لكن الناس اللي في الهاشتاقات جاسين يدخلوا في نيات البشر ويحكموا باللسان الخالق كأنهم اللي رحين يودونها النار وهم اللي رحين يودونها الجنة عزيزي الانسان لا تستهون في كلامك ترى ممكن كلمة لا تلقي لها بال تحطها في هاشتاق ترمي بك في الدركر اسفن من النار وممكن هي عندها عمل بسيط صغير انت ما تعرفه يدخلها الجنة فالعبادة وما بين الخالق والمخلوق هذا يحكم فيه الله سبحانه وتعالى نحن بشر انت بشر ممكن اشياء بسيطة دخل النار اشياء بسيطة دخلك الجنة فلا تنسى ان فيه فيام رسول صلى الله عليه وسلم انسانة سقط كلب بخف وهي لا تعرف اسلام ولا اي شيء ولا ما لا اي شيء دخلت بسبته الجنة فيه انسانة عذبت هرة دخل بسبتها النار فلا تفكر انك انت فيه منأة السلام عليكم تلند السعودية ساز اللي توفى الدي الله يرحمه ويغفر لها بعيد عن محتوىها صح خطأ هذا ما انها دخل اللي يفقع قلبي ايش المصممين يسوي راح ورحل راح تروحك وراح وجهك ان شاء الله ان شاء الله معنا اشوف وجهك ولا يوزرك حتى تصمم على عادة عند ربي صاح ان انت وثاني شيء بعيد عن محتوىها صح ولا خطأ ذنب ما هو بذنب خلاص صارت عند ربي فرعوني يمجاب يموت كان جبريلي يحشي ثمة من الطي حلو اشان ما يستغفر من الجبروت فيه اش قال ربي والله لا استغفرني لا غفرت له وشفاه فرعوني اللي قال انا ربكم العلاء كافر صح فما بالك من مسلمة حان ما ندري ما شو بينه وبين ربي فلا تاخذها محتوى والله يرحمه ويغفر لها واللي يسبوه في الكومنتات والله الذي نفسه بيده انه ما يجوز انا ازدلك الحين للحديث خلاص يا اخي قد قال عند ربي ما ما نقدر ولا كلمة الله سبحانه وتعالى ما قال اللي يموت في الدنيا ما يحترق معناته انه غضبان علينا انه الذنوبة كثيرة ما قالها الله ما هي موجودة لا في القرآن ولا في الحديث بنت ماتت ربها وفي قبرها وعند الملائكة ويسألونها وش ما بعد السؤال وش ما قبل السؤال بينها بين ربها ما اجي انا ولا عند انت كلم عن شرف البنت وهي ميتة ليش طالعها اربع الفجر تستاهل وش كانت تسوي مع مين وش تخلنا حتى البني آدم وهو ميت ما نخلي فيه حالة اول يوم في القبر الله يثبته عند السؤال والله يغفر لها ويتوب عليها ويسامح على كل شي يسوته في الدنيا ليش ليش البربرة ليش الكلام ليش نتكلم عن حتى حتى عن شرف الاموات حتى عن الاموات يعني والله حيب يا أخوان إذن حنا مسلمين ومسلمين صح طب هذا غلط ولا صح كيف حال ساز؟ كيف حال سكويا؟ موضوع موضوع حتى كيف حال سكويا؟ انتها غريبة لذيذ لذيذ مرة لذيذ شوفوا انا ما اشرب كهوة كثير ذاك حان ما ادريش في داخل ذاك بس طعمه لذيذ يعني كي طعم تشوكليت مع قهوة او انها قهوة محروفة مدري الطعم حلو مرة حلو لازم تجربونه هذا بعد يفوت يعني عاطين ٩٩ ٩